اعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ناصر جودا عن التوصل لاتفاق عسكري بين الاردن وروسيا لمواجهة عصابة داعش الارهابية في سوريا وعقب مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروب في فيينا اليوم قال ان الاتفاق ينص على تنسيق العمل من خلال الية سيتم انشاؤها في عمان تضم عسكريين اردنيين وروسا بهدف تنسيق الطلاعات التي ينفذها سلاحاء الجو في البلدين فوق الاراضي السورية وزير الخارجية الروسية من جانب اكدان موسكو وعمان واثقتان من ضرورة تكثيف الجهود في مكافحة داعش بموازاة دفع العملية السياسية في سوريا الى الامام وذكر لافروب ان العسكريين الروس والاردنيين اتفقوا على التنسيق في هذا المجال انطلاقا من الاتفاق المبدئي في هذا الشأن بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الروسي بلاديمير بوتين مؤكدا ان الروسيا تثمن دور الاردن في تسوية الازمة السورية وتؤيد مشاركته في الجهود المشتركة في هذا المجال وبحث جودا مع لافروبا الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة والتصعيد الاسرائيلي خلال الفترة الاخيرة مؤكدا ان هذه الانتهاكات يجب وقفها فورا وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني علق على تصريحات جودا ولافروب قائلا ان الية التنسيق العسكري بين الاردن وروسيا تأتي بشأن الاوضاع في جنوب سوريا وبما يضمن امن حدود المملكة الشمالية واستقرار الاوضاع في الجنوب السوري واكد المومني في ذات الوقت ان الاردن ما زال جزءا من التحالف الدولي للحرب على الارهاب موسيقى